حتى للاخبار التي تتحدث عن مغادرتي الزوراء بيتي واتشرف بالعمل به في اي وقت يحتاجني النادي فيه تمت مفاتحتي قبل فترة للعمل مع الملاك التدريبي بقيادة ايوبا وديشو ولكنني قررت الاستمرار مع ليوث الرافدين مدرب منتخبنا الوطني راضي شنيشل في تصريح خاص انا متفائل بهذا الجيل الشب الرائع المتكامل فنيا وبدنيا مباراتنا امام المنتخب الفتنامي كانت رائعة وجيدة وهذا دافع نعنوي لنا في اول مبارات لنا الحصول على ثلاث نقاط واكمل حديثة مباراتنا القادمة امام المنتخب الكوري بهذه العناصر نستطيع مجارع المنتخب الكوري نحن افضل لدينا اسماء جيدة من محليين ومغتربين وانا اعطيت الفرصة للجميع ولم اظلم احد